سلام للبناس كتير اللبسة لكم مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد أكيد أن الفيديو دياليوم فيديو مهم إن شاء الله كل إفادة لكل زوجين متأخرين في الحمل والإنجاب وكيلقوا صعوبة في حصول الحمل بقوا معايا في هذا الفيديو المهم أكيد غادينا الإعجاب ديالكم وبطبيعة الحال حاولوا أنكم ديما تخلوا لي اللايكات ديالكم وصلوا الفيديو الأكبر عدد من اللايكات باش تعمل فائدة ويوصل جميع السيدات اللي ما زال كينتظروا بفارغ الصبر ويا رب ترزق كل محرومة درية صالحة في القريب وتفرحنا جميع وصفة قوية إن شاء الله لهذه الزوجة هذي اللي قامت بها وكذلك الزوج يعني وصفتين المفعول ديالهم كبير بزاف والسريع وأكيد إن شاء الله هذي الوصفات كيكونوا وصفات طبيعية مجربة إلا ما نفعتكم مش ما غديش تدركم بالعكس غدي تقوي لكم التبويض غدي تنشط لكم المبيض باش إلا ما حصلش الحمل في ذاك الشهر ممكن يحصل في الشهر اللي من بعده يعني كين بعض السيدات كيكون عندهم فشل في التبويض المبيض ديالهم ما كيستطعش أنه يشتغل بما فيه الكفاية باش يتلق بويضات وبالتالي كيبقى ديم الحمل متأخر غدي نبدو بالوصفة الأولى هي وصفة مخصصة للزوج يعني وصفة للزوج باش هكي يعني يكون إن شاء الله وحد العلاج يعني ممتاز لكن هناك مشكلة تعالج الوصفة هي كالتالي كيلو عسل يفضل أن يكون أصلي ملعقتان كبيرتان حبة البركة مطحونة ناعمة ملعقتان كبيرتان حبوب اللقاح عشر غرامات من غداء ملكات النحل وكذلك ملعقة كبيرة مطحونة من كل من المكسرات بأنواعها بدون ملح مثال يعني ممكن تحضري الجوز اللوز الأكاجو السنوبار الفستق إلى آخره بدون ملح غدي تخلط جميع المكونات جيدا وغدي ياخد الزوج ملعقة كبيرة يوميا مدة ثلاث مرات إذن سأكرر مكونات الوصفة المخصصة للزوج ومن بعد ندوز نعطيكم وصفة للزوجة إن شاء الله باش يكون العلاج متكامل كيلو عسل يفضل أن يكون أصلي ملعقتان كبيرة حبة البركة مطحونة ناعمة ملعقتان كبيرة حبوب اللقاح عشر غرامات أو عشر غرام غداء ملكات النحل وكذلك ملعقة كبيرة مطحونة من كل من المكسرات بأنواعها بدون ملح بطبيعة الحال جميع أنواع المكسرات غتكون جيدة من الأفضل أنها تكون بدون ملح باش يكون العلاج إن شاء الله ناجح في سرعة حدود الحمل غدي تخلطي جيدا جميع المقادر وغدي يأخذ منها الزوج ملعقة كبيرة يوميا ثلاث مرات ملعقة في الصباح ملعقة في الدهر وملعقة في المساء أو بعد وجبة العشاء بطبيعة الحال هذه هي الوصفة الأولى هي وصفة قوية إن شاء الله غدي تجيب نتائج مرضية في سرعة حدود الحمل وغدي نعطيكم بإذن الله الوصفة المخصصة للزوجة لتقوية التبويض تنشيط التبويض تكبير حجم البويضات تنقية الرحم وكذلك تهيئ الرحم لتعشيج البويضة باش كيحصل الحمل بسرعة وكتستطيع البويضة أنها تكون بجودة عالية تنقاسم وتكون جنين بعد تسعة أشهر سليم معافا الوصفة هي كالتالي غدي تخلطي الكمون التوم لينسون بدور الفجل القرنفل بالتساوي إذن مثلا غدي تخذي ملعقة صغيرة من الكمون ملعقة من التوم بودرة ممكن أنك تحضر التوم يعني يكون طري ماشي مشكل غدي تخذي فصين من التوم لكن يعني طري غدي تخذي لينسون بدور الفجل القرنفل يعني بالتساوي مثلا خديتي ملعقة من كل مكون غادي تخدي ملعقة من كل مكون غادي تمسجل جميع مع العسل الطبيعي مثلا يعني غادي تخدي وحدة القارورة أو وحدة القنينة فيها العسل الطبيعي الأصلي وغادي تضيف له هذه المكونات يعني على حسب المكونات غادي تضيف العسل حتى تمتزج معك جميع المكونات من بعد غادي تخدي ملعقة صغيرة من هذا الخليط في الصباح يعني كل صباح بداية من ثالث يوم للدورة غادي تاخدي ملعقة صغيرة من هاد المكونات وغادي تبدي تناولهم إلى غاية اليوم العاشر إذن من اليوم الثالث إلى اليوم العاشر من الدورة وغادي تحبسي الوصفة باشي لك أن هناك تبقى البويدة تابتة إن شاء الله من اللي تساللك هاد المكونات هدي حاولي أنك تكرر الوصفة حتى تكتمل هاد الأيام اللي ذكرت وبطبيعة الحال غا تكون وصفة قوية وصفة ناجحة ممكن أنها تخرج لك أكتر من بويدة ويحصل تخصيب لأكتر من بويدة وبالتالي الحمل بتوأم وارد جدا في حال يعني السيدة عندها تاريخ عائلي مع التوأم يعني في الأسرة ديالها أو في العائلة ديالها كان ولادة التوأم ممكن جدا يكون عندها تهيئة التوأم باستعمال هاد الوصفة هدي بعد إرادة الله وبطبيعة الحال ديما كتر من الدعاء والاستغفار ديما قراءة يعني جزء من القرآن يوميا باش ربيك يسر الأمور وكي تنجح معاك هاد الوصفات هدي وربيك يكمل المراد ديالك بطبيعة الحال بتعدي على التوتر والضغط النفسي حاولي أنك ما تكتريش في الوصفات الطبيعية ولو أنها ناجحة اختاري وصفة واحدة وجربيها في ذاك الشهر ما تسعمليش عدة أعشاب في نفس الوقت وكذلك يلكن عندك عدم تضام الدورة الشهرية حاولي أنك تنظم الدورة أولا باش تعرفي تحسبي أيام الإبادة ديالك وبالتالي يعني يكون واحد الإبادة منتظمة لأن كل دورة شهرية إلا وكتكون احتمالية بوجود بويضة ناضجة في كل شهر والسيدة ما كيكونش عندها مشاكل في حدود الإبادة السيدات اللي عندهم دورة غير منتظمة ممكن تحصل الإبادة ولكن كتقدر السيدة يكون عندها مشاكل إما تكيوس المبايد إما خلل في الهرمونات هو اللي مسبب لها هاد المشكل ديال عدم انتظام الدورة الشهرية وبطبيعة الحال ضروري أنك تشرب كمية كافية من الماء خلال أيام الإبادة وكذلك خلال الأيام الأخرى ديال الدورة الشهرية لأن فعلا الماء كيسبب ترتيب للجسم كيكتر لك من الإفرازات ديال التبويد وكذلك كينضم لك الهرمونات ديال جسم ديالك لأن الماء يعني واحد الحاجة مهمة في الحياة ديال إنسان واجعلنا من الماء كل شيء حي إذن كل حاجة فيها واحد الخمول إلا وكترجع أنها تجدد وتحيا من جديد فحاولوا أنكم تديروا هذه النصائح هذه حاولوا أنكم كذلك تبعوا الوصفة كما يجب بالمقادير اللي ذكرت لكم وإن شاء الله تكون وصفات قوية ناجحة ألف مبروك للسيدات اللي كيتواصلوا معي في الخاص اللي كيتواصلوا معي في الإنستغرام اللي هو وصفات نورة بطبيعة الحال هاد السيدات كيفرحوني جميع السيدات اللي طلعوا حوامل معي في هاد القناة هادي كنقول لكم من هاد الممبر ألف مبروك لكم الله يتبط الحمل ديالكم وحاولوا أنكم يلشتوا الفيديوهات ديالي تدعيوا مع الأخوات لمازال كينتاظرتهما يارب ترزقهم بالدرية الصالحة في القريب وتفرحون جميع إن شاء الله وتكون الفرحة شاملة في هاد القناة السيدات اللي كيتبعوا علاجات بالأدوية يحاولوا أنهم يستشروا الطبيب ديالهم يعني سيدات اللي عندهم أمراض مزمنة وبغاوا يديروا وصفات طبيعية يحاولوا أنهم ياخدوا المشورة الطبية باش إن شاء الله ما يكونش هناك مشكل في استخدام الوصفة وتكون وصفة بدون أي أضرار إن شاء الله كان هذا هو الفيديو دياليوم نتمنى لإعجاب ديالكم إلا أعجبكم هاد الفيديو هذا ما تنسونيش من واحد اللايك واشتراك في القناة وبطبيعة الحال إلا كنت متتبعة جديدة وإعجبك المحتوى ما تردديش أنك تغطي على الزر الأحمر أسفل فيديو اللي هو زر الاشتراك مع تفعيل الجرس باش دي ما يتوصل لك جديد القناة وبطبيعة الحال لأي استفسار أو سؤال خلوا لي التعليق ديالكم أسفل فيديو كندرب لكم موعد في الفيديو الجاي إلى اللقاء شكرا 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 شكرا